اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي المركز الأكبر في الشرق الأوسط ووجه بترسيخه مركزا عالميا رئيسيا عبر تطبيق أفضل معايير الشفافية والفعالية ونص المرسوم على تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة الدكتور طارق أحميد الطاير وعضوية كل من الدكتور أحمد الصعيد السويدي نائب للرئيس أحمد الصعيد باليوحة وأحمد محمد الرشيد وجهاد عبد الرزاق كاظم وعبد العزيز محمد المري وقرهام كينت لوفيت ووجه سموه مجلس الإدارة الجديد بأن يكون ضمن أفضل خمسة مراكز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وفي ذات السياق أكد سموه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن القرار يدعم تعزيز بيئة الأعمال في دبي ويعزز تنافسيتها وقار سموه بيئة الأعمال الاقتصادية في دبي تخضع لمراجعة شاملة لترسيخ مكانتها العالمية ويعطي دفعة للحراك الاقتصادي في الإمارة